تصدرت الترند الأسبوع اللي فات كله والحد النهاردة الناس كلها ما بتتكلمش غير عن إلهام عبدالبديع وانفصالها عن جزها الملحن والمنتج وليد سامي والناس كلها زعلانة عشانهم لأنها كانت قصة حب كبيرة جداً النهاردة أنا منوراني ومشرفاني في قعدة ستات الفنانة الجميلة إلهام عبدالبديع زيك يا إلهام؟ الحمد لله أخبارك إيه؟ كل حال إيه اللي حصل؟ إيه سبب الانفصال؟ إيه سبب البوست اللي تكتب من وليد أنه كل شيء اسمه ونصيب تم الانفصال أو الطلاق مبيني ومبين إلهام وبتمنى لها كل حاجة حلوة بعد قصة الحب العظيمة اللي أنتوا كنتوا منوريني هنا حتى في قعدة ستات وأنا بنفسي كنت شايفاها إيه اللي حصل؟ مشكلة يتحدث أو يعني خلاف بين أي تنين زي أي تنين متجوزين حصل بينهم خلاف وتصالح بس كده أنتوا اتصالحتوا يعني اتصالحتوا رسمي خلاص رجعتوا لبقى أنتوا اتطلقتوا الأول ولا لأ؟ ما نقول دلي يعني خلاف زوجي خلاص يعني اتطلقتوا ولا اللي هو كل واحد فيه كقعد في حتة لا 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 إحنا مع بعض بس بداية الموضوع اللي هي للمواقع كلها كتبتوا أنه أنتوا اتطلقتوا بشكل رسمي ولا لأ؟ لا هم كتبوا ده عشان حصل سوء تقدير منه لما أعلن إحنا كنا متفقين فعلا على الطلاق ومتفقين ومتفهمين جدا وفيش أي حاجة بس هو أعلن قبل ما يتم أعلن قبلها بيوم فأنا بقولك سوء تقدير منه بس للمواقف وبعدين حزف وبعدها بشوية صغيرين بس طبعا كانت كل صحافة عرفت وكل ناس أنا حتى ما كنتش عارف يعني احنا كنا متفقين زي أي حد أنا أتمنى أن أنا لو انفصلت أو أي حاجة ما أقولش مش لازم يعني أقول بس هو ضد ده أنه لو حصل انفصال لازم الناس كلها تعرف ليه أنت ضد أن الناس تعرف أن بعد الشر يعني لو حصل طلاق ما بينك وما بين وليد أنك تقولي وهو العكس هو حابب الناس تعرف هل عشان ما شايف أن أنتو شخصيات عامة فمن حق الناس أن هي تعرف عنك كل حاجة هو بيحب السوشيل ميديا أكتر مني وبيحب بيسجل كل لحظات لا 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 أنا عايزة أتوقف عند النقطة دي هو بيحب السوشيل ميديا أكتر مني بمعنى إيه يعني هو دايما بيحط صور دايما متفاعل أنا ممكن نعود بالأسبوع بالشهر ما دخلش على الفيسبوك معرفش أي حاجة بس يحبها أكتر منك بمعنى إيه يعني بيحب الشو أكتر منك لا لا مش قصدي الشو بس قصدي أنه يعني متابع كل يوم على الفيسبوك على انستجرام على أي حاجة ليه علاقة بالسوشيل ميديا أنا قليلة أو يمكن حاجة حاجتين ومش دايما بس دي حاجة صح على فكرة يعني هو برضو هو فنان وأنتي فنانة وهو محتاج يبقى طول الوقت يعني بيقول للناس هو بيعمل هو دقتي منتج نعرفه هو بيعمل مسلسل كمان وإنتي بطلة من أبطال من أبطال المسلسل الغمود غمود صح كده طيب يعني ده معنى هو لازم يعني يبين للناس هو بيعمل إيه ويكتب ويعمل أنا بس شايفة أنها حياة خاصة ويعني الحياة مش مستحملة كده أنا قصدي يعني أنا غلط قبل كده لما طلعت في برنامج وتكلمت عن حياتي الشخصية واندمت ندم كبير قوي وبقيت أي برنامج بيجيلي علشان عايز أتكلم عن حياتي شخصية بس تقريبا برفض معادة عادة ستات معادة عادة ستات الوحيدة اللي أنت مقدرشت قوي ورفضتيش إنه عادة ستات بيتكلم عن الحياة الشخصية مش تطفل ولكن هي فكرة توضيح توضيح وحب للفنان وكمان إن الجمهور كله زعلان يعني أنا أحب أقولك إن الجمهور كله حقيقي رغم إن أنت مقلة زي ما بتقولي على السوشال ميديا بس الناس كلها مهتمة بإلهامه وبوليد إنه ليه يتطلقوا بعد قصة الحب الرهيبة فالناس كلها مهتمة إنه إيه اللي حصل وفيه ناس كتير بعيدة أقولك برضو من ضمن الأقاويل يعني إن أنت لبستي حاجة كت أو حاجة كده فما عجبتوش فهو قالك أنت ما تلبسيش كده قطيره أنا هلبس أنا بقولك الحاجات اللي بتتعالها السوشال ميديا والله ده اللي بتقال فهو غار عليكي فأنتي قطيره هو ده الستايل بتاعي أنا هلبس كده فقالك خالص أنا مش هقدر أكمل مع واحدة بتلبس بالشكل لا خالص خالص الكلام ده مالوش مش حقيقي مش حقيقي خالص لا أي تنين متجاوزين بيتخنقوا صح أو لا أكيد طمع وأي تنين متجاوزين سأبقى بقى فنانين أو مش فنانين في الوسط بتاعنا أو من برك بيحصل بينهم مشاكلوا ممكن توصل للطلاق ممكن يتفقوا على الطلاق ومينفزوش ممكن يتطلقوا ويرجعوا عارفة دايما قصة إن إحنا نوصل لمرحلة الطلاق أو لكلمة الطلاق أو لاتفاق على الطلاق ده معنى إن حصل كارثة كبيرة هدت العلاقة خيانة ممكن تصرف غير مسموح منك أنا معرفش هو إيه لأنه برضو في بعض الأقوين شمعنى من يلا أنا هقولك عشان ده اللي تقال صدقيني على سوشال ميزيا ده اللي تقال كمان يعني فكرة إنه ممكن يكون حصل تصرف ما ينفعش إنه يتعامل منك أو منه أو اللي تقال برضو إنه أصل وليد خنها لا برضو هي اكتشفت خيانة من واحدة وزميلة موجودة في الوسط الفني هما دايما بيقولوا كده عايزين شوه خلاص بس ده مش حقيقي لا ولا أي حاجة من الحاجات دي حقيقي كل الموضوع إن إحنا فترة صعبة ضغوط كتير قوي 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 ضغوط المسلسل والتصوير مع إن إحنا بنفس الكويس قوي في الحتة دي يعني لما ببقى في اللوكيشن أنا ممثلة وهو منتج أو ممثل ويمكن الناس أخدت بالها من ده كل زميلنا في المسلسل شايفين إحنا ناس بروفاشنال نخوش نعمل شغلنا ونمشي فيش أكتر من كده يمكن لو اتنين تانيين تحس إنه في حاجة مختلفة لا إنتي ما تحسيش بيننا ده في الكويس تحسي إن إحنا ونعرفش بعض بعد ما كتب البوست وقال إن إنتو الاتنين اتطلقتوا كان رد فعلك إيه إنتي بتقولي إن إنتي مكنتش تعرفي أصلاً إن هو كتب ده هقولك إحنا كنا متفقين إحنا متفقين إن إحنا هنفصل بكل هدوء ومتفقين إن شايفين إن ده قرار صح بس لسه يعني لسه يعني كلمنا فيه أكتر من مرة وروحنا وجينا كتير وناس كتير بتتدخل إنه لا لكل المشاكل بتتحل لحد المرة دي هو قالي إنه هينزل فأنا قلت له ماشي بس ماشي دلوقتي إيه اللي وصلكوا لكده يا إلهام إيه اللي وصلكوا إيه المشكلة اللي كبرت قوي والله يموت اللي ملهاش حل اللي حتى رغم تدخل الناس تي بتقولي الفنانة نهال عمبر المطرب إيساق ومراته كل الناس المقربين منكم كمان وأبطال المسلسك كانوا بيحاولوا يصلحوك ومفيش فايدة هم اللي حلوا المشكلة يعني هم اللي حلوا المشكلة أي وإيه اللي وصل حاجة زي كده وتقعد أسبوع والناس تقول والمواقع تكتب أنا معرفش ليه يعني أنا ليه حياتي شخصية بتبقى تريند جوجل باليوم اليوم والتلاتة وعى السوشي الميديا وأعمالي الفنية ما بتبقاش كده برغم أن أنا اشتجلت مع نجوم كبار زي أستاذ عاد الإمام وأستاذ كريم عبدالعزيز أستاذ نحمد الساقة بالعاكس أنا عايز أقول لك على حاجة أكبر دليل على أني أنت سايب علامة وبصمة مع الناس أنت وقت ما حصل لك مشكلة شخصية ناس كلها متعطفة معك وزعلانة وكل الناس بتكتب وكل أحد برأي لا يعني أقصد لو أنت كنت فنانة مش مهمة عند الجمهور الناس ما كانتش هتزعل ولا هتكتب ولا هتهتفل بس ما بيتكلموش في الأعمال كده أنا بصور بسلسل حلوة قوي ولسه مخلصة مسلسل مع أستاذة رانيو يوسف جريمة منتصف الليل لسه مخلصة فيلم مع أستاذة وفقام من الأبطال الرئيسين السبعة مع نسرين أمين وناس كتير قوي أنا ما شفتش الدجا دي حصلت جارة على موضوع طلقي أو موضوعين أنا فصلت موضوع كبير ما هو خلي بالك قصة الطلق دي قصة كبيرة يعني العمل الحلو بيتقال عليه براوفي ليه قصة كبيرة ليه قصة كبيرة لأن أنا تجوزت وقصة كبيرة لأن أنا تطلق أو هتطلق لا أنا معايك هي بتحصل ووارد وبتحصل مع ناس كتير جدا جدا يعني عايز أقولك تسعين فلبيا من الناس بتطلق ولكن هي الفكرة أنه الناس كانت شايفة قصة الحب وشايفة أنه هو بيدعمك بيعملك أغاني بيرشحك في حاجات كتير وقت ما قرر أنه هو ينتج خلاكي أنسي من أوائل الأبطال حصل إذن هو وقف في ظهرك في حاجات كتير طب ليه إلهام بتعمل معاك مش ممكن في وقت يبقى فيه خلافات أو ما نتفقش في حاجات أو حاسين أن ده قرار صح حتى لو إحنا بنحن ببعض شايفين أن يعني هقولك فيه اكتراح من الفترة اللي فاتت ده حصل أن احنا أخذ بريك والحد اكتراح كويس ده فكرة البريك ما برأي اتنين متجاوزين حلو أنا شخصيا بقتنع بي أن لو اتنين متخنقين يأخذوا بريك شوية كده ويرجعوا طيب حيكيوم العلاقة صح إذا كان كل واحد حاسس بإيه من ناحية التانية صح أو غلط هو غلطان أو اللي قدامه غلطان بس هو يمكن ما بيحبش الحتة دي أويفة ما بيحبش إيه بالظبط فكرة أن الناس تاخد بريك أو اتنين متجاوزين ياخدوا بريك هو ياما تبقوا متجاوزين ياما تتطلق أوه يمكنني كده بيش وزد ده حاجة يعني أنت قلت له ناخد بريك قالك لا أنا مش عايز كده أه شايف مش يمكن لشان هو حاسس أن الحياة مستحيلة أنتو الاتنين حياتكم مستحيلة مع بعض بالعكس وليد ماسك فيه وليد ماسك فيكي أه طب ولو وليد ماسك فيكي كتب كده ليه ما هو ده بقى الحتة اللي شوية يعني أنا مستغربوها أن احنا اتفقنا على حاجة احنا هننفصل هنروح للمقزون لما نخلص المقزون نعلن لسوشيال ميديا وللناس كلها مش يمكن كان عايز الناس تدخل مش يمكن لشان هو مثلا بيحبك وحبب أن العلاقة دي تكمل قبل ما يحصل موضوع الطلاق بشكل رسمي أنه عايز الناس تبدأ تدخل فتقول فيه إيه عشان إيه فالموضوع يتحل يعني دي حاجة ما خدش بالي منها تخيالي دي ممكن تكون حاجة جديدة أنا ما خدش بالي يمكن أنا خدت بالي يعني خمنت أنه فريتي النهاردة من بكرة خلاص مع كده كده هيحصل كده فيلا خلي الناس تعرف دلوقتي يعني أنا ممكن أكون شفتها كده إنتي خلتيني أشوفها بشكل تين شوفتي بقى أنا ممكن يكون هو فع ولما شاف الصدمة يعني مجيتك قعدت ستات بتختلف وبتخليك تشوفي الأمور بشكل أوضح يعني بشكل كبير أنا بس يمكن موجودة معاكي نهاردة أكتر عشان أقول الناس براحة شوية عليها اهدوا الناس عملت فيه كي كل الناس بتكلم علي كل الموقع سوشيال ميديا كل الصحافة